هذا البحر السوري أضحى حكرا على فئات معينة من الشعب وهذا الحكر ربما يعود أيضا لسنوات ما قبل الثورة السورية بأسباب متعددة أهمها الاقتصادية واليوم زاد عدد الممتنعين عن الذهاب للبحر خلال فصل الصيف خاصة من بعض مناطق محافظة حمص مراسل حلب اليوم قال إن الكثير من العوائل فضلوا التنزه في الحدائق والمناطق الطبيعية المفتوحة على الذهاب للبحر خوفا من الاعتقال على حواجز سلطة الأسد المنتشرة بكثافة على الطرق الرئيسية بين المحافظات سد الرستن وجهة محببة وبديلة عن البحر للكثير من العوائل في ريف حمص الشمال حيث توفر منطقة السد مسحات متنوعة لمعظم وسائل الترفيه الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد غيرت بعض العادات القديمة في مواسم التنزه والرحلات فعلى سبيل المثال كانت معظم الرحلات تضم عشرات الأشخاص في كل رحلة من الأقارب أما اليوم تقتصر الرحلة على العائلة الواحدة وفي ظل تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتدني الأجور من الراجح أن أعداد العوائل التي ستتمكن من الحصول على رحلة ترفيهية ستقل خاصة أن رحلة بسيطة خارج منطقة السكن باتت تعد ترفا لا يناله سوى بعض الميسورين فيما بقيت فئات محددة من النافذين والمنسفعين في سلطة الأسد تتمتع وتتناعم بالبر والبحر والجبال ترجمة نانسي قنقر